هيا رجع تاني اليه البردك ربيو بيست مادلز تعيد المثال الي كنا فيه مرة تانية عشان نفكر لكم بيه الموضوع ونكمل الي بعد كده ان شاء الله احنا بتتكلم دلوقتي على البردك ريفيو انفنتوري سيستم واول كيس منه لو كان الديماند وليد تايم كونستنت الاكزامبل الي قدامنا بتتكلم على محل المحل ده بيبيع سلعة معينة والتوتال ديماند او الانوال ديماند بتاع المنتج ده خمس تلاف ومسمائة يونيتس برير يبدأ الانوال ديماند ده اللي هي قيمة الدي كابتال الانوال ديماند بيبيع سلعة معينة ولي الانوال ديماند ولي الانوال ديماند ولي الانوال ديماند وعطيني تسعين في المية يعني ان ما يحصلش تسعين في المية والمطلوب عايزين نحسب الات اول حاجة الопتمال review period الي هي قيمة الـ وهو الـ الماكسمام inventory وهو الـ وعايزين نحسب الـ الـ لو كان قيمة الـ او الانوال انوال انوال وقت الـ المطلوب الاخير عايزين نحسب نفس الكلام بس هنغير بدل ما هو تسعين في المية ان هو يسمح ان يحصل عنده مرة واحدة او سايكل واحدة خلال الير كلها بدلا الحسابات بتاعتنا نحسب اللي هي قيمة الت يعني كل قد ايه نعمل البريريوديك ريفيو الابتو مال تي الـ square root 2CO على الـ IDC الـ CO زي ما قلنا هي الـ ordering cost per order والـ D هو الـ annual demand والـ C هو الـ purchasing cost per unit والـ I هو الـ interest rate بتاع الـ holding cost اما عاوض كل ده موجود عندي عاوض تعويض مباشر يبقى تيبطيه بتسعير سكوير روت 2 في الـ CO اللي هي 43 مقسوم الكلام ده على الـ I اللي هو الـ inventory carrying rate point 35 والـ annual demand 5500 وفي الـ purchasing cost اللي هو 100 لما تحسب الكلام ده هيطلع لك point zero two one one ويدي دايما بتطلع بالـ years بضربها في الـ working days بيديني عدد الايام كل ده بعمل periodic review طبعا لو الـ working days مش جبن بنعتبارها 365 اللي السنة كلها شغلين بدون عجازات اضرب الـ 365 في point oh two one one يطلع لك seven point seven days يعني كأن كل seven point seven days هنعمل الـ review يعني في نهاية كل أسبوع هنبدأ نعمل الـ review آآ آآ الخاص بالـ inventory عشان نعرف آآ عندي أدي بعمل guard فعلي وأشوف عندي أدي هادي أول مطلوب المطلوب التاني عايزين نحسب الـ safety stock اللي هي الـ ss الـ safety stock قادل معادلة بتاعتها in the ss equal z في sigma d مضروفة في الـ square root بتاعت t plus l آآ الزد هنجيبها من الـ software زي ما قلنا قبل كده عند service level اللي هو اللي عليها تسعين في المية تمام؟ هروح أكشف في الجدول أو من الـ software عند الـ probability تسعين في المية يطلع لك الزد one point two eight السجما دي given هو قال لي كان ثلاثة ويعطيني قيمة التي لسا حزبنا احنا من شوية اللي هي seven point seven واللي اللي كان عطاني five days تعويض مباشر كل الأرقام موجودة عندي هيطلع لي آآ سيرتين point six يونيس ده قيمة الـ safety stock يبدأ الـ access الزيادة اللي أنا بحتفظ فيه فوق الـ عشان نحدد الـ order point بتاعتي الماكسمن اللي هي شفنا المعادلة بتاعتها من شوية بتساوي في زاد زاد سجما دي في تاعت الـ يبدأ بالنسبة لي ده بيمثل الماكسمن انفنتوري اللي هي الـ اما هتعوي كل حاجة موجودة عندك الـ الـ والتي لسا حزبنا سبن بونت سبن والل كانت five days الزيادة هتجيبها من الجدول هتطلع لك آآ لسا جابنا من شوية ايه الـ وحتضرب الكلام ده في السجما دي في الجزر التبيع بتاع الـ دي اللي احنا لسا جابنا من شوية المحابلة اللي فاتتها دي السيفتي استق خلاص ده الجزء بتاع السيفتي استق تجمع الكلام ده يطلع لك القيمة الـ ده الماكسمن فينتوري تمام ده كان ده اللي بتاع المغزن ده اقصى حاجة قادرة اخزنها في المغزن هيطلع لي 204 المتين واربعة دي هنشيل منها الـ اي يطلع لك قيمة الكيو اللي انت المفروض تطلب اذا بالنسبة لي اللي هي لو انت هتجيبها من الاول قادر قانونه في كل المعطميات جبنا الجزء الاولاني ده وجبنا الجزء التاني فلاسكو اللي ده جبناه دقيا قيمة الاس اللي هي 204 والآي كانت جابن قال لك ان عند كان بيساوي 24 وبالتالي بقى الفرق ده هو ده حجم الوردر اللي انا هطلبه هيبقى 180 النقطة الاخيرة اللي كنا وارفين عندها اللي هو غير المعيار بتاع السيربس ليبل بدل ما هو كان قال لي ان السيربس ليبل كان 90% قال لك لا قال لك ان هو هيقبل ان يحصل عندك stock out one cycle من السيكل ساعة السنة كلها طب السنة فيها كم سايكل او عدد فيها كم order عدد السايكل هي عدد الوردرز عدد الوردرز القوانين اللي خدناها من زمان كانت دايما بنساوي D على الكيو number of orders per year بالساوي D على الكيو ال D اللي هي خمسة خمسمية والكيو لسه حسبانا من شوية ماتين واربعة فلما تحسب الكلام ده هيطلع لك ستة وعشرين بوينت ناين بوردرز per year طب هو المعيار الجدي قال لي قال لي ان هو هيسمح ان يحصل بس cycle واحدة منهم تمام ان يحصل فيها stock out فcycle من الستة وعشرين بوينت ناين يبقى اللي مش هيحصل فيه stock out هما كان خمسة وعشرين بوينت ناين لو اسمت خمسة وعشرين بوينت ناين على 26.9 هيطلع لك 0.96 ادي دي الفكرة بتاعتها المعيار الجدي يبقى هنا كان اللي سمحت اللي يحصل stock out عندك وان سايكل والخمسة وعشرين سايكل البقين مش يحصل فيه stock out وبالتالي يبقى قيمة السيربس level اللي هو وانات stock out بيساوي 0.96 هروح اعوض فيه القانون بتاع الساس من شوية كل اللي اختلا بس هو قيمة السيربس level ودي تناعكس في قيمة الزد على مجرد اروح على الصفتوير احط البروبيلت بتاعت 0.96 ونحسب الزد هتطلع لك 1.75 ادي دي الفكرة بتاعت المعيار الجدي عد عنده اي استفسار دي كانت اخر حتة قلناها قبل الbreak مباشرة عد عنده اي استفسار فيها طيب احنا لسه ما زلنا برضو في and demand variable و lead time is constant وده مجرد example تاني بارقام مختلف the weekly demand for a certain item that a firm follows a normal distribution with mean 50 units and standard deviation 5 units يبهنا بتكلم على weekly demand المين بتاع demand 50 والstandard deviation 5 the optimal review period is 3 weeks يبهنا عطيني قيمة T الoptimal review period 3 weeks ده قيمة T capital ب3 سبيل while the lead time is constant at 2 weeks يبهنا ما زلنا ال lead time constant و demand variable يعني معنى كده ان قيمة service level 95% والstock out risk 5% مجموحهم لازمي اواحد صحيح المطلوب عايز احسب الcept stock والtarget inventory and order quantity if the time of review there are 58 units in store ده قيمة ال i capital يعني عايز احسب ال order لو كان في وقت ال review عندي i بتساوي 58 و 50 تعالى نشوف كده المطلوب اول مطلوب اللي سوف تستاكل هي الاساس الاساس القانون بتاع حسابة معروف z sigma d في ال square root بتاع t plus l ال t ادي قيمة الزد في sigma d الكلام ده مطلوب في square root بتاع t plus l t كانت given ب3 اسابيع والl كانت given مصبعين رغعي ان كله اسابيع تمام لازم في consistent في ال unit بتجمعش ايه سمك 11 تمرين ده باليوم وده بالاسبوع ده بالسنة نخلي بالنى من الحاجات البسيطة مجرد تعويض مباشر هتطلع لي ان قيمة هتطلع هادي اول المطلوب المطلوب التاني اللي هي الاس تمام ان انا هروح احسب الاس اللي هو بتساوي ال d بار في ال t plus l خلاص بالقلوم بتاعها المعتاد اللي عند ده تمام احنا كنا حاسبين الجزء ده اللي هو طلع 18 بتلاتة من عشر فاضلي بس احسب الجزء ده ال d بار كان اقلي خمسين في ال t بلس l ال t ثلاثة ودي باتنين لما تحسب الكلام ده يطلع 268 ده قيمة الماكسمن 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 المطلوب المطلوب اللي كان اعطين لو جبنا الفرع بين ال s وال i يطلع على قيمة ال اكتنون فال هتساوي دايما ال s ماينس ال i ال s حسبناها بمتين تمام وستين وال i حسبناها كانت تمام وخمسين الفرع بين ومتين وعشرة يبقى دي قيمة ال التي هتطلب كل مرة هي متين وعشرة فهمنا كده الفكرة يبقى الموضوع كله مجارد بس قوانين قوانين وتعويض مباشر في القوانين تمام تأتلام عندك معادلة واحدة يبقى لازم في القانون ده يبقى كله معادة حاجة واحدة بس اللي انت عايز ترسيبها هي هتمنطلون من اكتيب اللي وهكذا لازم اذا ما كان حد بيسأل مش هل ممكن نجيب اه ممكن طبعا تحسب يبقى النون والباقي كله نون تقدر تجيب كام بدلالة الزد جب الزد الاول وتحول الزد الى ده كان الماضل الاولاني اللي هو دلوقتي هنعكس هيبقى ده هو اللي هو اللي هو اللي انا بتكلم دلوقتي على تاعي نشوف ليه بتاعة الموضل ده عاملة في الزد اول حاجة طبعا زي ما قلنا ان الانفنتوري ما له ريفيو اللي انا بتكلم على والريبيو ده بيتم كل فترة زمنية معينة اللي هي تي تمام وشفنا تي ليها معل برضو ما زلنا بنتكلم على تمام المرة ده هيبقى واللي هو ولي يبقى اكورني يجب ليه هنا بقى يعني بقى الكتير بقى لو جبت بقى كتب ياما بص بقى هنا بيتكلم على مرة نورمال مرة بصون مرة بش عارف مرة 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 كل واحدة بتدي معادلات بتختلف مش اكتر هنا هنفترض انه هو وانه هو راندم بياد عن نورمال دي بلون مين ونون ستاندر ديفيشن حكم الأردر هيبقى و الأردر بيختلف من فترة إلى أخرى خلا فأنا بطلب الأردر ده بعد ما خلص ريفيو اللي هو ال تارجت لبل تارجت لبل تارجت اي خلاص أو ماكسماب لبل اللي هي كانت الاس من شوية يبقى هنا حسمولك ده تارجت لبل نسمي يبقى ده اي او الماكسماب لبل يبقى ده الاس الاتنين واحد مبيش اختلاب حسب الإدارة بتحدي ده الماكسماب لبل اللي انا هوصول قد يكون الماكسماب لبل ده زي ما قلت هو حجم المخزن وبالتالي زي ما قلنا برضو الكيو هتختلف من فترة الى اي الى اخر ده الاسمشنز الخاص بالموضل تبقى نشوف معادلات الموضل ده اي اي زي ما قلنا كل موضل هيبقى له و هيبقى له معادلات مختلفة عشان ما اتلقبتش نفسك يعني الشرف ده كله يتلخص في كلمتين ايه الاسمشنز بتاعة الموضل اللي بتكلم عنه وايه المعادلات المستخدمة خاص كده الموضل في هذه الحالة الايكوناميك اوردر قوانتتي اللي هي الكيو هتتحسب بالمعادلة دي دي مضروبة في الت بلاس ال لاحظ هنا دي ما تلاكش لدي بار ولا سيجما دي ولا الكل يبقى دي مضروبة في الت بلاس ال اللي اللي انا هعمل فيه كلها دي هعمل بلاس ال اللي هو تمام قادي الجزء الاولي الجزء التالي هيبعبار عن الز وعرفنا الز مضروبة في اللي هو مضروب في السيجما ال اللي هو طالما يبقى اكيد له و بالتالي ال دي ده ممكن يكون ال 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 بار بتاع ال ليد طائم لكن هو كتاب كتب كده خلاص لكن يقصد به اللي هو بتاع ايه بتاع ايه بتاع ايه بتاع ايه بتاع وقت الايه? وقت الرموز هي هي زي ما قلنا. ده الرمز الكديد اللي قدامنا. وبيت الرموز كما هي. والاي زي ما قلنا هو طبعا لو فيه يعني مش لازم يعني اتا في الافرد انا دلوقتي عملت وليت عندي مية. بس فيه تلتمية طالبهم جيه لي في السك. يبقى اصبح الاي هنا المية زائد الايه زائد التلتمية اللي جيهن في السك. عشان اللي بناخد الانبنتوريون هاند بلاس. اللي جاي في الوردر كمان لو فيه حاجة كانت مطلوبة. ولسه جاي لك في الاسك. بديل معادلة الاولى اللي بحسب بيها قيمة الكيو. ده اللي هو المعادلة التانية. اللي هي نحسب بيها السيبت ستاك. السيبت ستاك دايما الجزء اللي هو مضروف فيه الزاد ده. يبقى الزاد في الدي في السيجما ال يطلع لك السيبت ستاك. الدي اللي هو الديماند الكونستاند والسيجما ال ده بتعليد طيب. والس اللي هي ري اردر بوينت. يبقى الاس اس ده سيبت ستاك. والاس اللي هي ري اردر بوينت دي المفوض اس سمول. تمام? دي المفوض دي اس سمول. عشان مات ايه? هتبقى دي في التي بلس ال زاد زاد في الدي سيجما ال. هادي دي الفكرة بتاعت اللي ايه? المعادلات اللي في الموك. ما في جهر. دول التلات معادلات بطول. هدى عنده اي استفسار في المعادلات? اي رمز مش واضح? اه دكتور هو اه بالنسبة للليد تايم. هل انا اه ممكن اعمله اه يعني لو ما عنديش ارايات سابقة لفترات كبيرة هل ممكن ان انا اعمله اخد سابلاير معين اه اخد له يعني بتاعه ان هو يبقى اوبتميستيك وبالسماستيك? ولا اه لازم يبقى عندي ارايات سابقة اه كثيرة عشان اقدر احسيب له. طيب عندنا عندنا اكتر من اوبشنس. لو انا عندي هستيريكال داتا لليد تايم بتاع الفترات السابقة مرة كان يوميين مرة كان ثلاثة مرة كان خمسة مرة كان ستة واعمل فريكنسي تيبر وقدر طلع بروبيليتز. ادي ايه? ادي قصة. طب افرد ما عنديش هستيريكال الداتا الكافية ان انا اطلع بتاعته او اطلع لشكله عامل ازاي? ممكن انا في هزا الحالة اخد افردش. ناخد افردش مسلا على سبيل المسال ممكن نجيب اقصى حاجة اقل حاجة واسم على اتنين جيبنا افردش. يعني لازم فيه في الاخر رقم. هيتحسب ازاي? حسب بتاعتي الداتا اللي عندك. تمام? لكن مفيش حاجة معينة شرط معينة وحاجة معينة لكن في الاخر لازم عندي لقيمة لكن لو انا عندي كتير ضل افضل ان انا قادر احسب منه تمام? احسن من ان انا مجرد ااخد اكبر رقم وازهر رقم وواجه مع واسم على على اتنين. المهمة في الاخر لازم يكون عندي طيب. هيتحسب ازاي? اه دي طبعا حسب بتاعة الداتا اللي موقودة اعطي. ده اللي بيحكمك. تحسب ازاي هو بتاعة ال ايه الداتا. كده? تمام. شكرا اضب. سعنشو بانزامبل على. في الكلام اللي احنا قلنا. الكلام اللي احنا قلنا. بس ايه هكتب حية كده. عشان بس ايه اني دايما عشان الكتاب بيعمل الرموز. انا هديد بس كده انسيرت واحطوها عندكم. عشان ما نساء بس. اه. تكستوك. وير. اس. اس. ايه. ماكسمم. كوين. ده. مش ليه. مش الري اوردر بوينت. عشان ده ايه اه الرموز. وعارفين احنا نتكلف ايه هنكبر بس ده شوية. نخليها بيعمل مفترف. عشان تبقى. طيب. سعنشوف كده الامبل. وهنطبق الكلام ده ازاي. تطبيق على المعادلات اللي الفاتد بزار. الانعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال The daily demand for the product is constant at 15 At the demand constant of 15 The daily can be bought every day 15 If the procurement lead time is normally distributed with mean 5 And standard deviation 1 Compute the following if the retailer wishes a 90% service level The optimal review period المعادلة بتاعة T سابتة دائما التأثير بتاعة الكلام ده على safety stock والmaximal inventory والreorder point وكلام ده كله لكن economic order quantity وقيمة T المعادلات اللي احنا شوفناها هنحسب الاول قيمة T المنطلوب الاول التأثير بتساوي سكوير روت 2CO على IDC فكنا حسبنا نفس المسال حسبناه قبل كده هيتطلع لك .0211 years هنضربها فيها عدد ايام الworking days الهي 365 هيتطلع لك 7.7 days تمام؟ طبعا نفس الارقام هي ايه وبالتالي هتطلع نفسه بايه بالقيمة ده كان المطلوب الاول المطلوب التاني السافت ستاك اللي هو الاس اس السافت ستاك اللي هي الاس اس بتساوي زي ما قلنا زد دي سيجمال هتروح تجيب الاول الزد من المناظرة للسيربس لابل اللي هو تسعين فالمية وبالتالي عند تسعين فالمية هيتطلع لي القيمة 1.2 ايدي الزد جبناها الدي جبن كانت 15 والسيجمال كانت 3 اي ده وفو المسال ايه خمستاشر ساعة ها والساندر ديفيجن بتاع اللي كان اه يبقى هنعود تعويض مباشر كله موجود الزد دي بخمستاشر وسيجمال اللي هو وبالتالي اضرب كل دول في بعض يطلع لك تسعتاشر يبقى هنا السعتاشر بوينت ده عبارة عن قيمة السافتي اللي انا هحتفظ زيادة فوق الايه فوق القيمة بتاعي الماكسمال اللي هي تمام هتساوي دي في تي بلس ال بلس زد دي سيجما ال خلاص فكله موجود الدي موجودة الدي موجودة حسبناها ال ال موجودة والزد موجودة والدي موجودة والسيجما ال موجودة الجزء ده على بغض احنا لسه حاسبينه اللي هو زد ده سيفت ستاك بكان بتسعتاشر بوينت تو ها تسعتاشر بوينت تو هضيب بس علينا الجزء الجديد اللي هو دي خمستاشر في تي زائد اللي هي ال ال يطلع لقيمة اللي هي ال اس هادي الفكرة بتاعت ال ايه الماكسيم من طول طيب ال اردر كوانتيتي ال اردر كوانتيتي هي الفرق ما بين الماكسيم من طول و القيمة اللي هو ال اي يبقى انا ده حسبناه بمئتين وعشرة اللي احنا لسه جايبينه من شوية حاصل ضرب ده فده فده بمئتين وعشرة تمام والجزء التاني اللي احنا لسه جايبينه برضه من شوية اللي هو كان اه ال اي سوري دي اربع عشرين دي جبن جبن ايه في السؤال اه عايزي يحسب ال اردر كوانتيتي يبقى دي قيمة ال ايه ال ار خلاص يبقى ال اردر كوانتيتي بتساوي ال ال بتساوي ال ار ال ار ال ار اللي احنا لسه حسبانها من شوية اللي هي كانت متين وعشرة ده قيمة ال ار تمام ناقص ال اي اللي هو اربعة وعشرين يطلع لمية ستة وتمانين يونس ده حجم ده ال ايكيناميك اردر كوانتيتي او حجم ال اردر اللي انا اطلبه كل مرة لما اعمل ال ريفيو يبقى دي الفكرة بتاعة الموضل التاني ان ال دمان دي با كونسانت والليه تايم هو اللي ايه هو اللي بعدك حتى عمد الموضل اللي اخير بقى ان ال دمان ده يبقى و الليد تايم اه برضو الموضل هنعرف الاسمشن ساعته والمعادلات بتاعته يبقى كل موضل الاسمشن المعادلات اول حاجة طبعا ان كل فترة زمنية معينة بتساوي ت المتكلم على بروداكت واحد بس نفس الكلام برضو بيتبع وحجم اللي هو برضو ان انا بطلب الكمية اللي توصل لي الاي الى او اللي هو الاس انا عندي الاس يبقى الفرق الكيو دايما بتساوي الاس مينس الال الاس اللي هو الماكس الانفنتوري والال اللي هي بالنسبة لي بتمثل الانفنتوري اون هانت الانفنتوري اون هانت دي المعادلات الجديدة دي المعادلات الجديدة اه الوردر كوانتتي الكيو بتساوي الجوز دا كله تمام الحتة دي كده اللي هي قبل علامة الماكس دي اللي هي بيساوي الجوز دا دا الماكس مم والا دا الانفنتوري وقيمة هو دايما اللي بعد علامة اللي ايه الزائد هو دا السفتي استاك وادة الرموز هي هي ما فيش اي رموز جديدة الدي هو الافريج ديماند التي هو ال ال بتاع البريريو والل هو اللي زد القيمة اللي هنجبها من الجدول السيجما سكوير دي دا ال تعليد و السيجما سكوير ال تعليد والآي دي بارة الجزرة طبعا دي عبارة عن الانفنتوري وقت الرفي دي كل اللي القوانين اللي عندي في الموضوع دي وإيدي مسال لتضيق القوانين برضو هناخد نفس بينات المسال اللي فات ان الدماند بتاع السانك اللي دي خمسة و ال ordering cost لالسي او تلاتة واربعين والانفنتوري carrying rates لال point 35 او 35 او و ان دماند normal distribution بمين خمسة والساندر دي تلاتة و اللي تايم برضو normal distribution بمين خمسة والساندر دي و و كي انا جمعت اللي فات ايه مثال واحد و قيمة service level 90% 90% اه فاول حاجة طبعا بنجيب قيمة اللي ايه الت يعني حتى لما طلبتش منك الت لازم تحسب الدخلة في كل القوانين يعني الت لو مش مطلوبة بتحسب الدخلة في كل القوانين زي ما احنا شغل فينا المعادلة اهه بتاعت الكيو والاس كلها فيها التي كابيتل اللي كلها دي هعمل periodic review يبقى اول حاجة هنحسب القانون square root 2 CO على IDC كلهم موجود عندنا او كلهم الCO بتاعته واربعين زي ما قلنا ال I point 35 D 5500 و C بمين يحسب الكلام ذا اطلع point 0211 وبعدين اضربها في 35 يوم هيطلع لك point 77 البداء كل سبعة ايام هنعمل review كل سبعة ايام هنعمل ايامل الانفورميشن اللي كلها موجودة عندي هدي السيجما دي كان ثلاثة والسيجما L بون ده جبن والمين بتاع الدمان ده خمستاشر والمين بتاع اللي هو خمسة ده اللي هو دي بار خمستاشر والل بار بخمسة هنروح برضو على الجدول بتاع normal distribution هنطلع قيمة المناظرة 90% هيطلع لي 1.28 على طول ما نحن نطبق المعادلة دي معادلة السيفتي اللي هي الجزء اللي بعد علامة الزائد تمام كله موجود عندنا كله موجود جبنا تي خلاص لكاد النون جبنا هنعوض عن الكلام ده وهنا في زد نحصل في المعادلة في زد هنا نقصها في المعادلة المعادلة هاي نشوف الاساس بتاعها اهو في زد في زد طاير دي حتة واحدة فممكن اياه عضيب بس الزد اللي طاير هنا اهي حتى طاير من هنا برضو عشان كده ما خدنا طاير الزد طيب هن هصلح بس المعادلة التانية هنفط بس باي الزد هنفط يبقى هنا هاي ساوي الزد ده مضروبه فيه الكلام اللي تحت الجزر للتربية هي بس زد ادي 1.28 احيي بس مضروبه فيه الـ اللي احنا لسه جايبنا 7.7 بلس ال اللي هي كانت بالنسبة لي في السيجما سكوير دي ده اللي هو الـ تاع الـ بتاع الـ التلاتة يبقى بساوي تسعة خلاص زائد اللي كانت بخمسطاشر خمسطاشر سكوير ببنين خمسة عشرين مضروبه فيه السيجما سكوير بتاعت الـ السيجما بتاعت الـ بتاعها برضو بط هادي ليه الارقام اللي انا قلتها عوضنا بها تعويض مباشر هتطلع لي في الاخر ادي القيمة بتساوي بحجم اللي انا هتقفز به زيادة خلاص بيساوي اربعة وعشرين تمام دي كانت اخر اه اكزامبل واخر اه موضل اللي هو الموضل التالت والاخير ان ال variable demand variable lead طبعا يبقى احنا سواء كان في حالة الـ او في حالة الـ شفنا تلات نمازج مختلفين من الموضل الموضل الاولاني ان الموضل التالي هنعكس الموضل التالت هيبقى الاتنين وين بنفترض في الـ انه هو بيبقى normal يا جماعة اقول لكم المعادلة بتاعته عشان تعارب بس كل بيبقى له البرامتر البرامتر بتاعت normal هي المين وال standard division هوري لك ادي المعادلة شكلها ايه اللي هي لما بتترسم بتطلع شكل المعادلة بتاعت normal distribution دايما في بنسميها f x فانا f x بتاعت normal بتساوي 1 على square root 2 pi وفي sigma برا square root تمام ساعة يحطها قبل الجازر التربيع وساعة بعدها بس هي برا للجازر الجازر على الاتنين pi الpi ليه 3 1 من المعادلة الكلام ده مضروف في e plus minus نص x ناقص mu على sigma الكل square ده المعادلة بتاعت normal distribution ده المعادلة بتاعت normal distribution ده اللي ه الاف وكس 1 على جازر 2 pi sigma مضروف في e minus نص والنص من مضروف في x يعني ده كل ده في الpower فوق minus x ناقص على sigma كل square ده اي قص الكلام ده رص يعني كل ده فوق تمام في x minus mu over sigma الكل تربية ده normal ده standard normal sigma تحت mu بس ولا تحت x minus mu لا تحت الاثنين x minus mu الخط رابعين مش حت راح تق تمام x minus mu على sigma الكل تربية ده ده normal distribution طب standard normal بقى standard normal ان mu عاود بده عن mu بصفر ويه sigma 1 يديك standard normal اللي تسوي x minus mu على sigma لتقييمة z يبقى عوض كده يبقى 1 على جزر 2 pi is sigma 1 خلاص طارق في يقص minus نص z square اه ده المعادلة بتاعت الايه ده معادلة standard normal ودي معادلة normal distribution لما بترسمها بيطلع لك curve اللي هو المعادلة خلاص طب هما ليه عملوا standard دي عشان يعملوا جداول عشان بدل ما تروح تحسب probability بال integration يعني انا اصلا لو عايز اجيب probability ان x ranges between 1 and 2 وتتعمل integration من 1 الى 2 بتاع المعادلة الكبيرة اللي فوق دي وده صعب مثال فقاموا حولوا x الى z بالمعادلة دي x z بتساوي x ناصمة على sigma وعملوا لها جداول بحيث ان انا عايز اجيب اي probability خاصة بالx بحول الى z وارح اكشف في الجدل بتاع z اللي عندي هم sigma والميو بسا والx ده الـ random variable بتاع اللي هو بقى الزمن الطول العرض اي حاج اي variable اي مدارة الـ time هو ده الـ x هو ده الـ x لكن البرامتر زينا الميو ده المين بتاع الـ variable اللي هو الـ demand مثلا لو الـ x دي الـ demand والسيجما هي بتاع الـ دي دي الفكرة متاعة الـ normal distribution حتى عنده اي استفسار تم دكتور معلش ممكن بس انا ضعت منت دين شوية بس احنا تلوقتي يفتحين اللي هو رقم صح كده شابتر سيكس او 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 بيتش كام تمانية اربعين ولا احنا ده اللي أنا فاتحه او انا وقف اخر صفحة اخر صفحة يعني التعديل التعديل اه اتنين وثمانين اه اعدل بس في القانون اللي فيها ده بس الـ احط قبلها الزد اه خنحط الزد انا اعمل وبعدها الكتين اللي يعرف يعملها عادي يعمل هو هو التعويض بتاعها مضبوط يعني عايز بس تتحط هنا زد قبل القانون ان انا باخد القانون اه فاي طارت هنا في الحتة دي طيب هو معمول امج اه امج اخش انا اخش ازبط خلاص كده ده كده ايه الشابتر الخاص بال كده خلاص حد عنده ايه استبصار فيه انا هسايف ايه ال ال دي كده اه عشان افتح تسجيل جديد الش اشتركوا في القناة